السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير وبكل مسرة في هذا الفيديو راح نأخذ مقارنة سريعة مختصرة بين مسدس Glock 19 GM5 ومسدس 6-7 B320M18 زي ما هو ظهر أمامكم في اليمين في عندنا اللي هو المسدس Glock 19 وفي عندنا في اليسار اللي هو مسدس SIG B320M18 اللي هو مسدس الجيش المليك راح نبدأ أولا اللي هو مسدس Glock الجيل الخامس زي ما هو واضح أمامكم اللي هو العيار 9 في 19 ملي نظام الأمان فيه اللي هو المعتاد بنظام الأمان الثلاثي بالنسبة للمخزن اللي هو الستاندر الطبيعي 15 في عندك خيارات أخرى تقدر تركب اللي هو 17 24 31 33 طول السبطانة 4.02 بالنسبة الوزن السلاح من غير المخزن 610 الوزن مع المخزن بس خالي من الرصاص 670 جرام بالنسبة الوزن مع المخزن مليان اللي هو 855 قوة سحبة الزناد اللي هو 26 نيوتن أي ما يعادل من 5 إلى 5 ونص راح الحين نروح للأبعاد اللي هو الطول 185 طول السلايد كامل 174 ملي العرض الكامل 34 ملي عرض السلايد اللي هو الأقسام العلوية 25 ونص ملي طبعا بالنسبة للارتفاع شامل مخزن الإطلاق 128 ملي بالنسبة للاين أوف سايت اللي هو 153 ملي بوليمون اللاين فوسايت اللي هو يقصد اللي هو البعد للموجهات بين الموجهات طبعا هذه كانت اللامحة البسيطة عن مسدس الجلوك الحين راح ننتقل إلى مسدس السيكس ساور الحين راح نبدأ اللي هو في مسدس الجيش المليكي طبعا اللي هو في اليمين أقصى اليمين طبعا العيار ونفس الجلوك 9 في 19 ملي الطول الكامل 184.15 ملي الارتفاع 141.90 ملي العرض 39.60 ملي طول السبطانة 3.90 أي أصغر من الجلوك طبعا بالنسبة رايفلين تويست اللي هو مقصود فيها 1 كل 10 اللي وقصده اللف الكامل الحلزونا داخل السبطانة لف الكامل يعني لف 1 لكل 10 إنش بالنسبة لل رايفلين جروف 6 المقصود فيها الحلزونات داخل السبطانة 6 حلزونات بالنسبة للوزن اللي هو صفر فاصلة سبعين كيلو جرام بالنسبة للوزن مع المكزن واحد وشرين فاضي اللي هو 0.81 كيلو جرام مع المكزن سبع طاعش فاضي أيضا اللي هو تسع صفر فاصلة تسع وسبين كيلو جرام بالنسبة الوزن المكزن اللي هو السبع طاعش إطلاقه فاضي طبعا اللي هو 0.084 كيلو جرام بالنسبة للمقزن 21 راح يكون 0.18 كيلو جرام بالنسبة لقوة سحب الزناد اللي هو من 6 إلى 7 باوند 26.6 نيوتن إلى 31.1 نيوتن يعني التفوق زي ما هو ظاهر أمامكم للجلوك طبعا فهذا كانت لمحة بسيطة على مسدس اللي هو لجلوك 19 الجيل الخامس ومسدس اللي سيكسور 18 أتمنى للمعلومة وصلت وأي استفسارات تعليقات اكتبوا لي في الكومنت وإن شاء الله نكون على تواصل معكم في حفظ الله